بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم مجموعة من التمارين التي تتعلق بالدرس الهندسة الفضائية وحساب الحجوم وتكبير وتصغير الأشكال الهندسية أو المجسمات إذن على بركة الله نبدأ بالتمارين الأول إذن بالنسبة للتمارين الكالعادة نعتمد على تمارين الكتاب المدرسي باش نفهمه أكثر الدرس هذه أول حاجة تانية للإستعداد الفرود المنزلية والفرود المحروسة وأيضا لامتحان الجهوي ومع العلم أن التمارين اللي كيتنزله في امتحان الجهوي تيكون وسهل من الفرود المحروسة وتيكون وسهل من التمارين اللي كييني بالكتاب المدرسي أو بالنسبة للتمارين سيتأخذها في السلسلات وبنسبة للتمارين السلسلات كيشبهو يعني راتيعتمدوا في الأول وفي الأساس على تمارين الكتاب المدرسي إذن لا نحقر هذا التمرين للكتاب الدراسي ونعتمد لها ونخطمها بزيان بش نفهم أكثر الدرس إذن بنسبل هذا التمرين هذا كي يعالج درس الهندسة الفضائية إذن ليكون A, B, C مثلة قائم الزاوية في A و O نقطة من الفضاء حيث O لا تنتمي إلى المستوى A, B, C والمثلة O, A, B O, A, B قائم الزاوية أيضا في A انظر الشكل إذن هذا الشكل يشبه الهرم قاعدته هرم قاعدته هو المثلة A, B, C ورأسه هو النقطة O نلاحظوا الشكل مزيان هذا هو الشكل عبارة عن هرم رأسه O وقاعدته المثلة A, B, C إذن السؤال الأول بيّن أن المستقيم A, B هذا المستقيم A, B اللي كتشوفوه أمامكم يعني اللي جاي في الظهر ديال الخلفية ديالنا عمودي على المستوى A, C, O عمودي على هذا المستوى هذا إذن هذا المستقيم A, B عمودي على هذا المستوى A, O, C إذن السؤال ديالنا كيف تكون في هذا الشكل هذا يعني أن نقصنا بيّن أن المستقيم A, B عمودي على المستوى A, O, C مستقيم A, B عمودي على المستوى A, O, C كما وضحته أمامكم الآن إذن لا بغتن بيّن أن المستقيم A, B عمودي على المستوى A, O, C إذن أخصنا بيّن أن المستقيم A, B عمودي على الجوجة ديال المستقيمات توجد ضمن المستوى A, O, C بالنسبة للمستقيم الأول لدينا المستقيم A, B عمودي على المستقيم A, C لأن A, B, C مثلت قائم الزاوية في النقطة A إذن هذا المستقيم الأول المستقيم الثاني لدينا المستقيم A, B عمود على المستقيم A, O لأن المتلت A, B, O مثلت قائم الزاوية في النقطة A حسب المعطيات وبما أن المستقيمان A, C و A, O يوجدان ضمن المستوى A, O, C ويتقاطعان في النقطة O فإن المستقيم A, B عمودي على المستوى A, O, C الآن السؤال الثاني لتكون F نقطة من المستقيم O, C إذن قد ناخد F نقطة من هذا المستقيم O, C إذن استنتج مما سبق أن المتلت A, B, F مثلا ناخد F هنا A, B, F قائم الزاوية في النقطة A الآن السؤال هو كالآتي في الشكل هذا نعتبر F تنتمي إلى المستقيم أو القطعة O, C قالك السؤال ينبين أن المستقيم A, B عمودي على المستقيم A, F إذن لدينا حسب ما سابق المستقيم A, B عمودي على المستوى A, O, C إذن المستقيم A, B عمودي على جميع المستقيمات التي توجد ضمن المستوى A, O, C وتمر من النقطة A إذن المستقيم A, F يوجد ضمن المستوى A, O, C ويمر من النقطة A إذن خلاصة أو استنتاج المستقيم A, B عمودي على المستقيم A, F إذن أنتم قرأوا البرهان ونعري شرحنا إذن لدينا المستقيم A, B عمودي على المستوى A, O, C حسب السؤال الأول إذن المستقيم A, B عمودي على جميع المستقيمات التي توجد ضمن المستوى A, O, C وتمر من النقطة A ولدينا المستقيم A, F هذا يوجد ضمن المستوى A, O, C إذن استنتاج المستقيم A, B سيكون عمودي على المستقيم A, F إذن نمر إلى التمرين الموالي قبل المرور إلى التمرين الموالي يستنتج مما سبق أن المثلة A, B, F قائم زاوية في A إذن بما أن المستقيم A, B عمودي على المستقيم A, F في النقطة A إذن المثلة A, B, F قائم زاوية في النقطة A نمر الآن إلى التمرين الموالي الآن التمرين الثاني أو التمرين الرابع صفحة 208 ليكون A B C D E F G H مكعب إذن السؤال الأول لنبين أن المستقيم A D هذا اللي كنتشوفوه أمامكم عمودي على المستقيم D G اللي هو قطر المربع D C G H إذن نبين أن المستقيم A D عمودي على المستقيم D G إذن أول حاجة هو قطر نبين أن المستقيم A D هذا عمودي على المستوى D C G H ومن بعد قطر نستنتج أن المستقيم A D عمودي على المستقيم D G ومن بعد قطر نستنتج أن المتلة A D G قائم الزاوية في النقطة D إذن اللي بغينا نبين أن المستقيم A D عمودي على المستوى D C G H خاصة نبين أن المستقيم A D عمودي على الأقل على جوجة المستقيمات توجد ضمن المستوى D C G H وتمر من نفس النقطة إذن لدينا المستقيم A D عمودي على المستقيم D C لأن الرباع A B C D مربع ولدينا المستقيم A D عمودي على المستقيم D H لأن الرباع A D H E مربع ولدينا D H والمستقيم D C يوجدان ضمن المستوى D C G H ويتقاطعان في النقطة D إذن خلاصة المستقيم A D عمودي على المستوى D C G H وبما أن المستقيم A D عمودي على المستوى D C G H إذن المستقيم A D عمودي على جميع المستقيمات التي توجد ضمن المستوى D C G H وتمر من النقطة D وبما أن المستقيم D G يوجد ضمن المستوى D C G H ويمر من النقطة D إذن خلاصة المستقيم A D عمودي على المستقيم D G وبالتالي المثلة A D G مثلة قائمة الزاوية في النقطة D السؤال الموالي لنحسب المسافة A G إذن ردوا البنزيان لدينا حسب السؤال السابق المستقيم A D عمودي على المستقيم D G إذن المثلة A D G قائمة الزاوية في النقطة D ومنه حسب مبارهانات فيتاغورس المباشرة فإن الوطر أس إثنان يعني آج أس إثنان كتساوي آد أس إثنان زائد دي جي أس إثنان هي اللي كتبت هنا إذن آج أس إثنان كتساوي آد أس إثنان زائد دي جي أس إثنان إذن آد أس إثنان هو الطلع آس إثنان زائد دي جي أس إثنان دي جي أس إثنان إذن هذا عندنا بجهول إذن لنحسب دي جي أس إثنان إذا لدينا المثلة دي سي جي متلة قائمة زاوية في النقطة سي لأن دي سي جي أش مربع ومنه حسب مبارهنة فيتاغورس المباشرة فإن دي جي أس إثنان كتساوي دي سي أس إثنان زائد سي جي أس إثنان دي سي أس إثنان هذا ضلع لهو أ أس إثنان زائد سي جي أس إثنان حتى هو ضلع أس إثنان لأن المكعب جميع الأطلع ديره متقيسة إذن أس إثنان زائد أس إثنان هي جوج أس إثنان إذن دي جي أس إثنان تساوي جوج أس إثنان إذن إحنا لقناها غاد نعودها في العلاقة الأولى وغاد نخرجه ولا غاد نحسبه المسافة أس إثنان ولدينا حسب العلاقة الأولى أس إثنان تساوي أس إثنان زائد دي جي أس إثنان غاد نعود دي جي أس إثنان بالقيمة ديها وغاد نحصله على أس إثنان زائد جوج A.S.2 ومنه النتيجة هي 3 A.S.2 وبالتالي المسافة A.S.J. تساوي هي جضر مربع 3 A.S.2 بعد الحساب نحصل على A جضر مربع 3 السؤال الأخير أحسب حجم المكعب بدلالة A إذن حجم المكعب بما أن المكعب الأضلع لها كلها متقايصة كان هناك واحدة علاقة التي تقول بأن حجم المكعب V تساوي A.S.3 أو إمكاننا نحسبها بطريقة دي القاعدة هي مساحة القاعدة مساحة القاعدة والقاعدة عدنا عبارة عن مربع إذن الضلع في الضلع هي A في A نضروبه في الارتفاع لهو نفسه A إذن هي مساحة القاعدة في الارتفاع إذن هي A.S.3 إذن نمر إلى التمرين الموالي الآن تمرين حجم الموالي حجم هارم منتظم قاعدته مربع مثلا A.B.C.D هو 25 إذن V تساوي 25 دي سيمتر مكعب وطول دلع القاعدة هو 25 سنتيم إذن A.B تساوي 25 سنتيم وحتى البي ساوي 25 سنتيم إذن 25 سنتيم هي A.B سنحولها إلى دي سيمتر باش نخدمه كل شيء بالدي سيمتر يجوش فاصل إلى 5 دي سيمتر إذن السؤال أحسب الارتفاع هذا الهارم بما أن S.A.B.C.D هارم منتظم قاعدته المربع A.B.C.D وارتفاعه يكون هو S.O إذن الارتفاع يمر من مركز المربع A.B.C.D وتيكون S.O عمودي على القطرين A.C. D.B إذن قاعدة الحجم هي V كتساوي تولد مساحة القاعدة مساحة نرمزولها بS كبيرة مساحة القاعدة هي A.B.C.D مربع مضربة في الارتفاع H وشكونا ارتفاع H هو S.O إذن هو اللي يطلبه مننا بينه إذن H نعتبره S ارتفاع هذا المتلت هو المستقيم المال من S و O العمودي على القطرين إذن قاعدة ندروا التعويض أدنى V فيها 25 تساوي 1 إلى 3 ضربة في المساحة مساحة المربع هي الضلع في الضلع بمعنى هي جوج فاصلة 5 S 2 ضربة في الارتفاع إذن خلاص الارتفاع H كيساوي 25 القسمة على جوج فاصلة 5 S 2 تساوي تساوي 12 سنتيم بعد أو دي سيمتر بعد الحساب لأن الوحدة تكون دي سيمتر إذن حتى الوحدة الارتفاع تكون دي سيمتر هي 12 دي سيمتر الآن تمرين 12 صفحة 12 ليكون S A B C D هرم قاعدته مساطيل A B C D حيث A B تساوي 3 75 دي سيمتر و A D تساوي 5 دي سيمتر والمستقيم S A عمودي على سطح المستوى A B C D حيث S A تساوي 12 دي سيمتر إذن السؤال الأول أحسب حجم هذا الهرم إذن نعلم أن حجم الهرم يساوي تولت مساحة القاعدة تولت نصبر S كبيرة مساحة القاعدة A B C D ثلاث مساحة القاعدة مضربة في الارتفاع إذن سنضر تطبيق عدد إذن V تساوي 1 إلى 3 مساحة القاعدة هي الطول مضرب في العدو بمهن A B مضرب في A D في الارتفاع H كنوا ارتفاع H هو S ارتفاع هذا الهرم إذن الآن سنضر تطبيق عدد 1 إلى 3 A B عدنا فيها 3 فاصلة 75 مضرب في A D عدنا فيها 5 مضرب في ارتفاع S A وهي 12 تساوي إذن تساوي 75 ديسيمتر مكعب إذن هذا هو حجم الهرم S A B C D الآن نمر إلى السؤال الثاني السؤال الثاني نحسب المسافة A C ثم المسافة S B ثم المسافة S C ثم المسافة S D الآن نحسب المسافة A C لدينا المتلة A B C متلة قائم الزاوية في النقطة B لأن A B C D مستطيل وبالتالي لدينا A C هو وطر هذا المتلة A B C ومن حسب مبارحة في طاغوس المباشرة فإن A C S 2 A B S 2 زائد B C S 2 إذا لاحظوا أنني لم أكتب الزاوية كامل لدينا أخذكم ضرورة تكتبوه ورقيته في الدورة الأولى إذن حسب مبارحة في طاغوس مباشرة فإن الوطر S 2 يساوي الدلع الأول S 2 زائد الدلع الثاني S 2 بالنسبة الزاوية القائمة إذن RC تساوي جذر مربع 39.0255 بعد استعمال أهل الحاسبة نحصله على 6.25 DC نمر إلى السؤال إذن RC كتساوي جذر مربع 39.0255 بعد استعمال أهل الحاسبة نحصله على 6.25 DC إذن حسب سؤال قامنا الثاوية والقيام مقربة بالسنتيمتر إذن سفة 25 DC هي 62.5 سنتيم إذن الآن لنحسب المسافات S B S C و S D إذن نخذ المسافة S B لعصبر المثلة S A B إذن إذن إمكانا نحسب المسافة S B ولكن خصنا بينه أن المثلة S A B مثلات قائمة الزاوية في النقطة A و بالنسبة المثلة S A C و المثلة S D و الزاوية في النقطة A إذن لدينا المستقيم S A عمودي على مستوى القاعدة A B C D إذن المستقيم S A عمودي على المستوى A B C D إذن المستوى S A عمودي على جميع المستقيمات التي توجد ضمن المستوى A B C D وتمر من النقطة A ولدينا المستقيمات A B و A C و A D توجد ضمن المستوى A B C D إذن هو البرهان أمامكم إذن المستقيم S A عمودي على المستقيم A B والمستقيم A C والمستقيم A D ومنه المثلتات S A B و S A C و S A D مثلتات قائمي الزاوية في النقطة A ومنه حسب مبرهانة في طغوص المباشرة في المثلتات الثلاث فإن S B S 2 كتسوي S A S 2 زايد A B S 2 و S C S 2 كتسوي S A S 2 زايد A S S 2 و S D S 2 كتسوي S A S 2 زايد A D S 2 نمر إلى التطبيق العددي إذن S B S 2 تسوي S A S 2 زايد A B S 2 إذن تطبيق العددي 12 S 2 زايد 3.75 S 2 المجموع هو 158.0625 إذن S B تسوي جرد مربع العدد السابق تسوي 12.57 ديسيمتر وبالتالي S B تسوي 125.7 سنتيم ولدينا S C S 2 تسوي S A S 2 زايد A C S 2 بالنسبة لمثلات S A C إذن تطبيق العددي S A هي 12 و A C هي 6.25 خرجناها مسبقا إذن تسوي في المجموع 18.06 إذن S C تسوي جرد مربع هذا العدد وحصلنا على 13.53 ديسيمتر إذن كنحولها السنتيم هي 135.3 سنتيم الآن المسافة S D تطبيق نفس المبرهنة إذن S D S 2 تسوي S A S 2 زايد A D S 2 تطبيق عدد S A هي 12 و A D هي 5 بعد الحساب كنحصل على S D S 2 كتسوي 169 إذن S D كتسوي جرد مربع 169 وهي 13 ديسيمتر ومن بعد S D كتسوي 130 سنتيمتر إلى هنا ننتهي نمر إلى تمرين الموالي إذن الآن تمرين 17 صفحة 221 تكبير وتصغير مجسم إذن لدينا مجسم S في الأصل S حجمه هو V تسوي 12 سنتيمتر مكعب إذن بعد تكبيره يعني قمنا بالتكبير بسلم E تسوي جوش أو بنسبة K تسوي جوش حصلنا على مجسم S إشارة إذن قمنا بتكبير مجسم S حصلنا على مجسم S إشارة حجمه V إشارة إذن قل لك فما هو حجم هذا المجسم إذن حسب القاعدة ديال التكبير أو تصغير إذن حجم المجسم بعد التكبير تسوي هو نسبة التكبير كرفع أسلاته في الحجم الأصلي إذن تطبيق عددي K أو سلاته هي جوج لأن K هي E جوج أو سلاته مضربة في الحجم الأصلي اللي هي 12 كنحصله على جوج أو سلاته هي هي 8 في 12 كتسوي 96 إذن 96 سنتيمتر مكعب هو حجم المجسم S بعد تكبيره بK أو E تسوي جوج إذن الآن تمرين 18 صفحة 221 المساحة الكلية اللي هرم هي S0 تساوي 160 ديسيمتر مربع وحجمه هو نعتبره V0 تساوي 150 ديسيمتر مكعب إذن هذه هي المساحة الأصلية وهذا هو الحجم الأصلي إذن بعد تصغيره بسلم يعني نسبة تساوي 3 4 قمنا بتصغير هذا الهرم الذي مساحته S0 وحجمه V0 حصلنا على هرم مساحته S وحجمه V إذن S و V هما مساحة مساحة وحجم الهرم بعد التصغير إذن المساحة S لنحسب المساحة S والحجم V إذن المساحة S تعبير ديالها هو نسبة التصغير أو التكبير كرفعها أس إثنان مضروبة في المساحة الأصلية اللي هي S0 بالنسبة للحجم هو نسبة التكبير أو التصغير ما كيهمش في هالفع لحنا لدينا تصغير مرفوعة S3 مضروبة في الحجم الأصلي إذن الآن سنقوم بتطبيق عددي كأس إثنان هي 3 على 4 أس إثنان مضروبة في S0 اللي هي 160 إذن بعد الحساب حصلنا على 90 ديسيمتر مربع بالنسبة للحجم كأس ثلاثة بمعنى 3 على 4 أس ثلاثة مضروبة في الحجم الأصلي اللي هو 150 إذن بعد الحساب حصلنا على 63 فاصلة 28 ديسيمتر مربع إذن بالنسبة المساحة بعد التصغير أو التكبير هذا هو التعبير ديالها بالنسبة للحجم بعد الصغير أو التكبير هذه القاعدة ديالها لا تختلف لكبرنا أو صغرنا المجسم وكما بغيكم نمر إلى التمرين الموالي إذن الآن 89 صفحة 221 أس طوانة نصبير أس طوانة لسماعية تقريبية حجمها V تساوي 4 متر مكعب حققنا تكبير لها بسلام 4.5 بمعنى قمنا بتكبير هذه الأسطوانة بنسبة ك تساوي 4.5 إذن ما هو حجم الأسطوانة المكبرة إذن حجم الأسطوانة بعد التكبير هو V إشارة تساوي نسبة التكبير كأس 3 مضروبة في الحجم للأسطوانة الأصلي إذن اللي هو V تطبيق عدالي كأس 3 هي 4.5 أس 3 مضروبة في ال V الأصلية اللي هي ربعة إذن تساوي إذن تساوي 300 فاصل 5 إذن الآن 822 صفحة 122 S A S A B C D هرم قاعدته مربع A B C D حيث AB تساوي 35 سنتيمتر إذن احتب بيس تساوي 35 سنتيم معتفاع هو S H طوله 83 سنتيم إذن السؤال بيّن أن حجم هذا الهرم هو 25 725 سنتيمتر مكعب إذن حسب القاعدة حجم أي هرم هو V تساوي 3 مساحة القاعدة لأن S هي مساحة المربع A B C D مضربة في الارتفاع H إذن 1 3 مساحة المربع هي A B S 2 مضربة في الارتفاع له S H حسب المحطية ستعطون الارتفاع هو S طوله 83 إذن الآن تطبيق عددي 1 إلى 3 مضربة 35 2 في S H وهي 63 سنحصل على 25 725 سنتيمتر مكعب لماذا نحصل لها بالضبط هذا وإنما نحصل إلى 25 724 فاصلة 724 إذن تقريبا 25 725 سنتيمتر مكعب طريقة صحيحة لا تحصل على العدد بالضبط وإنما التقريب هو هذا السؤال الثاني نقطع هذا الهرم بالمساوى B بالأحمر الموازي للقاعدة ويبعد عن هذه القاعدة بمسافة H تساوي 67 سنتيم إذن أحسب حجم الهرم المصغر إذن لنحسب حجم الهرم S A B C D إذن نحسب حجم الهرم المصغر نحصل نعرف نسبة التصغير إذن لنحسب نسبة التصغير هي K بما أن S A إشارة B إشارة S إشارة D إشارة هو الهرم بعد تصغير الهرم S A B C D فإن الارتفاع S H إشارة هو تصغير لارتفاع S H وبإمكاننا نكتبه S H إشارة تساوي K يعني نسبة التصغير مضربة S H إذن K تساوي S إشارة مقسومة S التطبيق العدد S H إشارة هي 63 ونقسم منها H إشارة H إذن 63 نقسم منها 27 مقسومة على S H وهي 63 تساوي إذن 63-27 هي 33 مقسومة 63 و 33 هي 9 مضربة في 4 و 63 هي 9 مضربة في 7 بعد الإختزال نحصل على K تساوي هي 4 مقسومة على 7 إذن نسبة التصغير هي 4 على 7 وبالتالي حجم الهرم V إشارة بعد التصغير هو K أس 3 مضربة في الحجم الأصلي تساوي كأس 3 هي 4 على 7 الكل 3 مضربة 25 725 20 تساوي هذا الحساب بالألة الحاسبة لم أخطط هي 4800 سنتيمتر مكعب إذن الآن السؤال الثالث ما هو حجم المجسم A B C D A إشارة B إشارة C إشارة D إشارة إذن حجم هذا المجسم هو الحجم دي الهرم الكبير ناقص حجم الهرم الصغير إذن اعتبره V 1 هو حجم هذا المجسم تساوي هو الحجم الأصلي دي الهرم الكبير V ناقص V إشارة تساوي 25725 ناقص 4800 تساوي تساوي تقريبا بعد الحساب هي 20925 سنتيمتر مكعب إلى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله